بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التالت من سلسلة احياء حرفة ده البنطول ان احنا كنا اشتغلنا فيه قبل كده احنا للغاية دلوقتي هنشتغل في الايام واللحمة من غير عدد النهاردة هنتعلم حاجة جديدة في اللحمة من غير عدد انا جبت خطة هو مختلف لون رماضي عشان احنا يبقى ظهر لنا في التصوير الالوان وتعرفوا الشكل بيتعامل ازاي بلضم الخيط عشان اشتغل به بشتغل مفرد انا هعمله خيط ايامي يعني هستخدم الخيط دوت الخيط العادي في الايام كتدريب وتعليم لكن انا وين يشتغل طبعا بنطلع خيط من البنطلون عادي طبعا بتستعدل الناسيج بتاعي وببدأ اشتغل بالشكل ده كده باخد من هنا ومن هنا وبرجع بخش من جنب المخرجت وابدأ ارص الخيط بتاعي جنب بعضه بالشكل دوت بحيس ان انا اعمل شكل اكن في ايام بالزبط محطوط عشان هنتعلم نعمل غرزة جديدة في اللحمة من غير عدد احنا كل تركزنا دلوقتي في الايام واللحمة من غير عدد ده شكل الايام بتاعي هنبدأ دلوقتي نشوف اللحمة هتبقى عاملة ازاي طبعا انا جاب لون مختلف او لون بني اللحمة المراضي هتبقى عبارة هناخد فتلتين ونسيب فتلتين فانا هنا باخد فتلتين وبسيب فتلتين بالشكل ده كده طب فتلتين وفتلتين دولة باستخدمهم امتى او باستعملهم امتى هقول لكم دلوقتي بنستخدمهم امتى ومنعملهم امتى طيب وانا راجع بقى انا خلاص او الفتلة باخد اتنين واسيب اتنين ده عادي وانا راجع باخد فتلتين برضو وباسيب فتلتين بس باخد الفتلة اللي تحت الفتلة التانية والفتلة اللي تحت الفتلة التانية والاولانية اللي هي لفوق ديت بس يعني بتبقى تسقط تحت. فاللي بتعلم معي هي الفتلة التحتانية اللي هي تحت اللي انا خدتها. يعني انا كده خدت اتنين اهو. باخد يعني باخد اللي تحت التحتانية. يعني هما فتلتين واحدة فوق واحدة تحت. انا تملي باخد تحت الفتلة اللي تحت. وانا راجع باخد الفتلة اللي تحت الفتلة التانية. اللي هي التحتانية دي ايوة كده باخد ايه. الفتلتين دولت. واسيف فتلتين واخد فتلتين تانين. ده باستخدمه امتى الطريقة ديت باستخدمها امتى لما بيكون الريجة او الميل بتاع النسيج يبقى عريض. يبقى حجمه عريض. يعني غير الجبردين والجنس. في اه مناطيل بتبقى عادية. بس الريجة بتاعتها او الميل بتاع النسيج بتاعها بيبقى آآ عريض. يعني فيه فرق ما بين كل ميلة وميلة. فانا لما باخد فتلتين وباسيب فتلتين. انا كده بزود العرض بتاع الميلة او الريجة بحيث ديني نفس الشكل. لو عملتها فتلة. وسبت فتلتين زي ما بنشتغل في الجنس او في الجبردين. هتبقى الرفيعة الريجة فهتبقى شكلها مش مزبوط. دي حاجة دقيقة اوي. لازم يعني تبقى دقيقة اوي. بحس ان انت تقدر تميز ما بين الفتلة الرفيعة او الريجة الرفيعة وبين الريجة العريضة. فبالشكل ده زي ما حضركم شايفين انا عملت الريجة. لو حبسطوها هتلاقوا الااة. كل بين كل الريجة وريجة الفتلة الرماضي طالها عريضة ازاي? او ظهر عريضة ازاي? فظهورها العريض ده بيدل على ان الريجة عريضة. فناخد فتلتين ونسيب فتلتين وناخد فتلتين ونسيب فتلتين بناخد اللي تحت التانية الفتلة التانية انا واخد اتنين واحدة فوق واحدة تحت. اللي تحتانية باخد اللي تحتها معايا. وباروح سيب اتنين. واللي تحتها اخد اللي تحتها معايا. واسيب اتنين. هي هتمشي اوتوماتيك لوحديها. دلوقتي ان انا اعكس هاخد اللي فوق الاتنين يعني هاخد ايه? انا واخد اتنين باخد اللي فوقيها ايه كده وباخد الايه? اللي فوقيها الناحة التانية واخره. ليه خدت اللي فوقيها? الفوقيها هنا يبقى بتعكس بتخلي الميلة يبقى الفوق. يبقى انا لما اجي اشتغل في الخيط. انا لما اجي اشتغل في اي حاجة فيها ميلة او غرزة كده فيها ميلة من غير عدد سواء اه باخد فتلة ويسيب فتلتين او باخد فتلتين واسيب فتلتين بتعامل معاه. لو باخد من فوق هتطلع الرجل فوق. لو اخد من تحت تطلع الرجل تحت. يبقى كده احنا عارفين الاتجاهات بتاعة الشغل بتاعتنا بيحكمها الشكل بتاع القماشا اللي احنا شغالين فيها. بصوا حضر انا لما اخدت ال فتلتين اللي من فوق يعني واحد اتنين باخد اللي فوق اللي فوق واخد اللي فوق. هتلاقي مشها الوحديها اتنينات. هي اول واحدة بس اول فتلة بس بتبقت اتنين واسيب اتنين. وبعد كده باخد بقى ايه? وباخد الى تحت باخد الى تحت اللي تحت ولو هاخد الفوق باخد فوق اللي فوق. ايه؟ اطلع الشكل عامل كده. يبصوا حوالكم الميلة اللي تحت عاملة ازاي? والميلة اللي فوقها عاملة ازاي? طبعا العرض بتاع الرجة دي اعرض من الجبردين اللي احنا شغالين فيه. فيطلع بالشكل ده. انا نازله مرة وطلع المرة اللي صدها. هنشوف الطريقة ده عملية بقى. يعني نشوف حاجة عملية. ده بنطلون الرجة بتاعته عريضة اهو. وماشي بنطلون بدلة. الرجة بتاعته عريضة ولا جنس ولا جبردين. انا قمت طبعا طبعا احنا كلنا عارفين الايام اللي من غير عدد بجيب الخب بتاعه من رجل بنطلون وبرصه جنب بعضه على دايق بحيس ان انا اعمل شكل الايام. اللحمة جبتها هي من جنب السوستة. بسحب فتلتين تأتي كده لحمة. وابدأ اشتغل البنطلون البدلة ده. ببساطة خالص. وبالراحة. والحاجات دي كلها هنتعلمها. اه ادي المشور اهو بتاعي. اللي احنا عارفين بنعمله ازاي. بنجوز الخيط وبندخله في الابرة رقم حدوشر. وبنعمله علاقة كده. نعلق فيه الخيط اللي احنا هنشتغل فيه. علشان ما يفكش مننا كل شوية من الابرة. باخد فتلتين. وبسيف فتلتين. وباخد فتلتين. واسيف فتلتين ده. اول يعني دخولي خالص للقطع. فانا كده دخلت القطع خلاص اهو. وسحبت الخيط. بسحب بالراحة وما بشدش. عشان ما ما يكلكعش مني او يبقى شكله مشدود شكل وحش. وانا راجع الميلا بتاعت البنطلون دي ايه? لفين? الله ينور عيكل. الميلا التحت. فحاخد الفتلتين اللي هم اه من تحت. يعني هاخد الفتلتين اللي هم تحت. تحت الفتلتين اللي انا اخدتهم. باخد واحدة منهم التحتانية. والفتلة اللي تحتها معها. وانا راجع نفس القصة. باخد الفتلتين اللي اخدهم. باخد التانية اللي تحت. واللي قصدها. اللي هي كانت غطصانة جوه باخدها معي. وروح مفاوض اتنين. واخدها. هتلاقي بقى بعد كده الاتنين التانين بيزهروا عادي. انا اهم شيء اول اتنين باخدهم. بيبدأ ايه? الدخول بسيب اتنين واخد اتنين بتبقى شغالة على ظهول. فالميلا عشان هنا الميلا نزل تحت فياخد باخد الفتلة اللي تحت الفتلة التحتانية. باخد اتنين معي. باخد واحدة من الغطصانة. وباخد واحدة من اللي هما العالين اللي فوق. انا واحدة من العالين اللي هي التحتانية. التانية. مش الفقانية اللي فوق. سواء وانا رايح وانا جاي. فاحنا كده هعيد وازيد معلش. علشان الناس تفهم معي. علشان العملية يعني عايزة تركيز شوية. واحدش يسرح مني. انا دلوقتي بلحم فتلتين وفتلتين. باخد فتلتين وباسف فتلتين. ليه? علشان الريجة بتاعة البنطلون البدلة دي عريضة. لو جنس او الجبردين باخد فتلة وباسف فتلتين زي الدرس الاول والتاني اللي انا شرحناهم بالتفصيل. هنا باخد اتنين ليه? باخدهم بميلا زي ما حضراتكم شايفين كده? علشان اعمل ميلا لنازلة تحت. باخد الان اتنين. اول اتنين سبتين. تاني اتنين هما اللي فيهم بقى ايه? الشغل. باخد الفتلتين. واحدة من الغطصانة. من اللي انا سبتها ما اخدتهاش. واحدة من العالية. طب اني واحدة العالية واني واحدة الغطصانة. باخد الغطصانة والعالية اللي هما باخد الغطصانة والعالية اللي هما تحت بعضيهم. يعني ايه تحت بعضيهم? يعني التانية. الفتلة التانية. مش الاولية. انا اخدت اتنين هوا. وباخد اتنين التانين. باخد يعني باخد الفتلة التانية واحدة من الغطصانة. ولاخد الفتلة التانية تانية ماهما الفتلتين. بده وحدة بتبقى فوق واحدة بتبقى تحت. انا باخد اللي تحت. وباخد معها واحدة من الغطصانة. واخد بعد كده اللي تحت اللي ترجمةElif طعم اخ промسك اخطي 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 هنا هتبقى البداية بتاعتي باخد واحدة من الغطصانة اللي هي فوق وباخد واحدة من الايه التانية الفتلة التانية او صحيح لكم باخد دي واخد اللي تحت العالية دي واخد اللي تحت العالية دي واخد تحت العالية دي يبقى انا بغطس ايه بغطس الفتلة الفقانية وباخد على طول بحي التانية التانية هي اللي شغالة معايا اللي باخدها على طول ما باخدش الفقانية ليه عشان الميل ده نازل لتحت لو انا اشتغل ميل طلع لفوق بحيل الفؤانية هي اللي بتبقى شغالة معايا لان هما اتنين واحدة فوق واحدة تحت فهنا عشان الميل لتحت باخد على طول اللي تحت ومعها واحدة من الغطصونة باخد على طول اللي تحت ومعها واحدة من الغطصونة بالشكل ده كده تمام كده زي ما حضراتكم شفتوا كده بخشها بالمنظر ده يا رب يكون المعلومة وصلت وقدرتوا تستوعبوا الفكرة احنا عملنا نص الفيديو تدريب والنص التاني عملي علشان تشوفوا شكل النسيج بتاع البناطيل اللي بتيجي بتبقى عاملة ازاي ده ما ينفعش ان انا اشتغل فيه نسيج عادي ان انا اخد فتلة واسيب فتلة وفيه ناس بتعمل ايام على واسع وبعد كده تاخد فتلة وتسيب فتلة اللي يعني بتعمل شكل الرجا ما بتبقاش عارفة تعملها لكن هو ده باذن الله الشغل الصح الشغل الصح ان انا بشتغل نفس اللحمة بتاعة المصنع ونفس اللحمة بتاعة النسيج بتاعة البنطلون هو ماشي كده لو جينا فكينا النسيج بتاعه على ايهم واخدين فتلتين واسيبين فتلتين بالشكل ده الماكنة عاملة كده متعبة شوية محتاجة تركيز محتاجة صبر ووقت لكن في الاخر لما بتطلع شكلها كويس ومحترم ومزبوطة انت بتبقى مبسوط بالشكل ده انا بعلمكم الصح فواحدة واحدة ما تقلقوش معايا كل حاجة هنتعلمها وبعد كده هنبدأ نشوفها عملي بقى انا لما اجا نزل فيديو بعد كده عملي في حاجة زي كده اللي امتابع معايا السلسلة ديت ان شاء الله هيبقى بالنسبة له الموضوع سهل وهيبقى شايفة ان هي يعني قريبة من العملية من الصعبة نحاول يا جماعة بعد اذنكم اللي لسه ما جابش الخيط والقبر وما جابش حاجة يشتغل عليها زي ما احنا بنعمل كده يحاول ان هو يبدأ الموضوع سهل وان شاء الله كله يتعلم وكله يستفيد باذن الله من الحاجات ديت الحرفة انقرضت وما فيش حد بيشتغل للشغل انا دي خلاص فاريت ياريت ياريت كل واحد يقدر يعملها لنفسه وانا ما بقولش ان هو يشتغلها يعني ويحترفها لا اعملها لنفسك حاجة دي لما انت تبقى في ايدك ممكن تعملها لنفسك لو في اي مكان ما فيش حد جنبك تقدر تعملها وتقدر تستفيد من كل المعلومات اللي احنا بنقولها في الفيديو هدية باذن الله يعني فواحدة واحدة ان شاء الله كله حيبقى كويس والايد هتمشي طبعا انا ايدي هنا من تحت سندل قطع واسبوع التاني هو ماسك القطع كويس شده ليه شده علشان ما فيش خيط يهرب مني من تحت فبالشكل ده الخيط كله ابقى انا شايفه لو انا سبت ايدي مرخية الخيط بيرخ مني ويبدأ فيه خيط يهرب مني بقى اغداء الخيط كله على بعضه بحيس ان ما يكونش فيه وسع ما بين الخيط ويبقى الشغل كله على دقيقة ده شكل القطع زي ما حضراتكم شايفين اتعمل قادر ريجة ماشية مزبوط الشغل طالع مزبوط بتسلم الشغل الشغل نضيف حاجة يعني عشرة على عشرة باذن الله كله يتعلم كله يستفيد ويه لو فيه اي ملحوظة اي سؤال اي حاجة حضراتكم عايزين انا تحت امركم فيها وباذن الله مع بعضينا هنقدر نوصل لاحسن مستوى في الشغل باذن الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يظهر في عمليات البحث باستمرار وغيركم يستفيد وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله وتشيروه لاي حد من قرائبكم اي حد من اصحابكم عشان الكل يستفيد واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا